اشتركوا في القناة وزير المواصلات والاتصالات سعدة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة أن شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي قد حققت صافي أرباح في العام 2017 بلغت نحو 13 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها أكثر من 30% عن العام الماضي وعشر الوزير خلال أمسية رمضانية أقامتها الشركة إلى أنه مع وصول نسبة الإنجاز في مشروع توصيع مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 60% فإن الجهود تنصب على تقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران والمسافرين الذين يستخدمون المطار من جانب آخر تم التوقيع على اتفاقية مع مجموعة ناس تمنح شركة مطار البحرين بموجبها حق تقديم خدمة الصيانة في ساحة مطار البحرين الدولي لمجموعة ناس لمدة ثلاث سنوات قبلة للتمديد اليوم بنعلن أيضا عن النتائج المالية للسنة المالية اللي راحت 2017 الحمد لله الأرباح ارتفعت بمقدار كبير وصلت إلى تقريبا 13 مليون دينار 12.93 وهذه زيارة تقريبا أكثر من 30% من الأرباح العام اللي راح واللي كان أيضا العام اللي راح 2017 أو 2016 30% أكثر من 2015 فأرباحنا قاعدة تزيد بمعدلات كبيرة طبعا نحن اليوم مثل ما تعرفون نعمل على إنشاء مبنى والسافرين جريد بطاقة استيعابية 14 مليون نتمنى إن شاء الله يعني يكون يقدم صورة حضارية عن البحرين يكون بوابة البحرين الأولى ويكون شيء يشرفنا المطار جزء مهم من البنية التحتية لأي دولة مستحيل تحصل دولة تتقدم تجلب مستثمرين من الخارج وتشجع المستثمرين المحلين إنهم يستثمرون إذا ما كان في بنية تحتية المطار هي أحد أهم البنات تحتية لأي دولة فإحنا لابد أن يكون عندنا بنية تحتية توفر أحسن الخدمات تقدر تسعب الزيارة اللي قاعدة يصير أقرت مملكة البحرين تشريعات لفتح الاستثمار الأجنبي بنسبة 100% لـ 62 نشاطا تجاريا يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي المملكة كليا أو جزئيا لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة تجارية محددة بقيود ووفقا للقرار الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمنشور في الجريدة الرسمية يشترط على الشركات الأجنبية المسموح بها أن تكون متوجدة في ثلاث أسواق عالمية على الأقل كما تنص الاشتراطات على أن لا يقل رأس مال الشركة الأم عن 20 مليون دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ارتفعت الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساماء الشهر الماضي بأسرع وطيرة في أربع سنوات وهو ما يظهر مدى مساهمة سعود أسعار النفط في تحسين أوضاع المالية العامة للمملكة وزاد صاف الأصول الأجنبية أكثر من 13 مليار دولار على أساس شهري إلى نحو 499 مليار دولار في أبريل الماضي مسجلا أعلى مستوى له فيما يزيد عن عام قالت وكالة أنباء الإمارات أن الصاحب السمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة خالد عبدالله المهيري ويأتي هذا القرار في وسط توقعات محللين عن توجهات قوية لدمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين وذكرت مصادر لصحيفة الخليج أن عمليات تسوية السفقات في أسواق المال ستتم من خلال المصرف المركزي خلال المرحلة المقبلة في سياق استعدادات الإمارات للوفاء بمتطلبات المعايير الدولية المتعلقة بالأسواق المتقدمة أكد البيت الأبيض في بيان أن العمل لا يزال جاريا على وضع الصيغة النهائية للعقوبات التجارية بحق الصين ورغم الإعلان عن تجميد الرسوم التي تم التهديد بفرضها على البضائع الصينية أشار البيت الأبيض إلى استعداده لإطلاق حزمة عريضة من العقوبات هذا وعبرت الصين عن دهشتها وقالت إن البيان ينقد التوافق الذي توصل إليه الجانبان في الأونة الأخيرة أخيرا ترجعت أسعار الدهب في ظل قوة الدولار التي أثرت سلبا على السوق لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل المخاوف المرتبطة بالاضطراب السياسي في إيطاليا والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة حتى تراجعت أسعار الدهب إلى 1296 دولارا للعقية الواحدة اشتركوا في القناة